السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وصفتنا اليوم بسكوت التمر بالطريقة الاصلية وازاي يطلع معاكي مزبوط وما يفرشي ولونه دهبي والتسوية بتاعته الصح كل الخطوات دي هقولك عليها بالتفصيل ونعمل كمان كمية كبيرة قوي بمكونات قليلة تبعيني عشان ما يفوتكيش اي حاجة قبل ما نبتدي ما تنسيش لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي وتفعل الجرس عشان يوصلك اشهار بكل وصة جديدة ويلا على طول نبتدي اول حاجة نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي في شفشاء الخلاط هحط اتنين بيضة بحرارة المطبخ هضيف عليهم كباية كبيرة من السكر سكر حبيبات عادي مش مطحون ولا حاجة مش بودرة هضيف عليهم كمان كباية كبيرة من الزيت النباتي كل الكباية المستخدمة هنا المج بتاع الشاي هخفقهم كويس وهضيف عليهم نص معلقة من الفانيليا وبعد ما تأكدت ان السكر داب هضيف الحليب ربع كباية وهرجع تاني اخفقهم وهفضيهم بقى في بولا سمك الخليط هنا مش تقيل ومش خفيف متوسط هضيف عليه ثلاث كباية ونص من الدقيق المنخول وهضيف كمان اتنين معلقة كبيرة من النشا وهو ده السر اللي بيخليه حش من جوه اتنين معلقة صغيرة من بيكنج بودر او تمانية جرام يعني نص البكت رشا من الملح وهقلب الاول بالمعلقة وبعد كده هقلب بصوابع او هاجن عجن خفيف يعني هلم العجينة كده بس بحيث ان كل المكونات الدقيق يتشربها وفي نفس الوقت مش هاجن علشان البسكوت بتاعي ما ينشفش ولا يبقى لي عرق العجينة بتاعتي البسكوت بتكون طرية كده مش يبسة وسهلة التشكيل هغطيها كده ودخلها التلاجة ربع ساعة استريح ونحضر الحشوة العجوة دي انا حطت لها 3 معالق كبار من الزيت هشكلها كده على شكل رول رول رفيع ده شكلها طبعا العجوة لما بتحط لها زيت او سمنة بيبقى سهل التشكيل خلاص كده بقى هروح اجيب العجين بتاعتي عجنة البسكوت بعد ما استريحت هاخد منها قطعة كده والباقي هغطيه علشان ما ينشفش واحنا بنشكلها هاخد قطعة من العجين وهبتدي افردها بمساعدة النشابة او ممكن ايديكي لو مش متوفر عندك ارتفاع العجينة هنا واحد سانتي هساوي الاطراف كلها بالسكينة هشيل كل الزيادات طبعا هنشكلها وهنعملها تاني خلاص كده ساوتها هحط الحشوة في نص قطعة البسكوت كده في نص قطعة العجين وهبتدي اقفل عليها من الناحيتين وهضغط كده علشان تثبت ومن الناحية التانية برضو وهقفل كويس جدا كده وهضغط بأدية هشيل الزيادات من كل جنب وهلفها الناحية التانية علشان لما احطها في الصينية الجزء المفتوح ده هيكون من تحت عشان اثناء الخبز ما تفكش البسكوتة منك لو عايز البسكوتة بقى منقوشة بالشوكة كده وهبتدي اعمل خط كده وهقسم بقى البسكوتة بالمقاس اللي انا عوزها حجم البسكوتة هنا انت اللي بتختاريه انا عملت البسكوتة مثلا تلاتة سنتي ولو مش متوفر عندك المقاس دوه ممكن تعملي قطعة واحدة بس وتحطيها وترجعي تقيسي عليها زي ما انا عاملة كده يعني تعملي قطعة واحدة وتسبتيها كده وتغذي عليها المقاس في كل مرة بحيث ان هو كله يطلع سوى واحد انا قطعت اول واحدة واقيس عليها كده بحيث ان كله يبقى سوى واحد اخلص كل الكمية دي اه بنفس الطريقة واروح بقى احطهم في صانية مدهونة مسحة زيت خفيف وراع المسافات بين القطعة والتانية عشان البسكوت لسه شوية اه هينفش بس مش كتير هيبقى حاجة بسيطة بالنسبة بقى لمدة التسوية بتاعت البسكوت بتكون 35 دقيقة واخر دقتين بنولع الشوية عشان ياخد اللون الدهب الجميل لما بيطعم الفرن بتحسي شوية ان هو طري لكن هو بيكون تمام كده مستوي لما بستبيه في الهوى شوية بينشف وده شكله بعد مستوى ما شاء الله جميل جدا مش قادر اقول لك تحفة تسوية بتاعته ممتازة جدا وناعم قوي زي ما انت شايفة طعمه في منتهى الجمال لما تجربيه هتتجنيني عليه ان شاء الله تجربي الطريقة وتعجبك وما تنسيش لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي وتفعل الجرس على وضع الكل عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انا ازدلها ويا ربكم ضيقة خفيفة عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة